بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن مساحة سطح الهرم الفقرة الأساسية من الدرس أن أجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم نبدأ أولاً بالمفردات الهرم المنتظم والارتفاع الجانبي بناء المبنى في الصورة المجاورة الصممة على شكل هرم السؤال الأول ما عدد أوجه الهرم باستثناء القاعدة إذن لا أنظر للقاعدة نعد الأوجه الجانبية نلاحظ أنها ثلاثة مثلثات طيب كيف يختلف الهرم على المنشور؟ المنشور له قاعدتان أما الهرم فله قاعدة واحدة كذلك الأوجه الجانبية للهرم مثلثات وأما المنشور تكون مستطيلات كيف يمكنك إيجاد مساحة الزجاج المستعمل في هذا المبنى؟ أجد مساحة كل مثلثين وأجمع المساحات معاً طيب الهرم المنتظم هو هرم قاعدته مضلع منتظم وأوجهه الجانبية مثلثات متطابقة وكل منها متطابقين الساقين وتلتقي هذه المثلثات عند أعلى الهرم في نقطة تسمى قمة الهرم ويسمى الارتفاع كل وجه جانبي منها الارتفاع الجانبي إذن هنا في الأسفل قاعدة وهنا ارتفاع جانبي وهنا قمة الهرم وهنا هذا المثلث الوجه الجانبي طيب نقوم بتطبيق الآن أو شيء نتعرف على القانون ثم نقوم بتطبيقه مساحة الجانبية لسطح الهرم نصف المحيط في الارتفاع الجانبي أما مساحة كلية لسطح الهرم هي عبارة عن الجانبية زائد الميم أو نقول الكاف اللي هي الكلية تساوي من نصف المحيط في الارتفاع زائد المساحة اللي هو مساحة القاعدة طيب نطبقها الآن على هذا المثال أوجد المساحة الجانبية والكلية لسطح الهرم الثلاثي في الشكل المجاور أول شيء الجانبية نصف المحيط ضرب الارتفاع نصف المحيط محيط المثلث عشرة زائد عشرة زائد عشرة يعطيني ثلاثين ضرب الارتفاع لدي يساوي الارتفاع هنا يساوي اثنى عشر يعطيني مئة والثمانون أما الكلية تساوي الجانبية الجانبية مئة وثمانين زائد مساحة القاعدة هي نصف القاعدة ضرب الارتفاع اللي هو نصف ضرب القاعدة بعشرة وارتفاع المثلث اللي في القاعدة تحت يساوي ثمانين فاصلة سبعة بيعطيني ثلاثة واربعين فاصلة خمسة مئة وثمانين زائد ثلاثة واربعين فاصلة خمسة يعطيني مئتين وثلاثة وعشرين فاصلة الخمسة إذن المساحة الجانبية لسطح الهرم مئة وثمانين سانتي متر مربع والمساحة الكلية له مئتين وثلاثة وخمسين فاصلة خمسة سانتي متر مربع أقوم بتطبيق ذلك على تحقق من فهمك ألف أوجد المساحة الجانبية والكلية لسطح هرم طول ارتفاعه الجانبي 18 متر وطول ضلع قاعدته المربعة تساوي 11 أقوم بتطبيقها الآن الجيم تساوي نصف المحيط ضرب الارتفاع النصف عندي المحيط بأربعة ضرب 11 لأنها مربع وعندي كل ضلع طولة 11 يصير أربعة ضرب 11 ضرب الارتفاع الكلي عندي يساوي 18 يساوي 792 تقسيم الاثنين تساوي 396 متر مربع طيب أجي الآن أحسب المساحة الكلية بشكل مباشر أقول الجانبية زائد مساحة القاعدة عفوا المساحة الجانبية 396 المساحة القاعدة 11 ضرب 11 تساوي 517 متر مربع طيب هنا لدي فن العمارة استعمل المعلومات الموجودة في اليمين لإيجاد مساحة الجانبية لهرم خفرة إذا علمتي أن ارتفاعه الجانبية 187 متر المساحة الجانبية بنصف المحيط ضرب الارتفاع المساحة الجانبية بنصف المحيط عندي بيساوي 4 ضرب 215 بيساوي 860 ضرب الارتفاع عندي 178 تساوي 76540 هذه المساحة الجانبية لهرم خفرة تساوي 76540 متر مربع طيب تحقق من فهمك با أوجد المساحة الكلية نأخذ المساحة الجانبية ونحسب مساحة القاعدة تساوي لدي 122 17560 متر مربع أتمنى أن يكون الدرس